قلت امرأة حالة طهر جاءتها الحيضة بعد اذن العصر بمقدار الركعة هل تغذي هذه الصلاة بعد انتهاء الحيض؟ اذا دخل الوقت وكانت طهرة وتستطيع ان تدرك ركعة كاملة فقد لازمتها الصلاة يبع عليها القضاء لقوله السلام من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة وقال من ادرك ركعة من الفجر قبل تلع الشمس فقد ادرك الفجر من ادرك ركعة قبل غروب الشمس من العصر فقد ادرك الصلاة فهي عليها قضاء هذه الصلاة لكن لو دخل الوقت وهي لا تستطيع ليس هناك ثمت وقت للوضوء وادرك ركعة فإنها لا قضاء عليها في هذه السؤال لكن الوصف في السؤال ادركت ركعة صارت الصلاة ففرض عليها قضاء